لسلام عليكم معكم جميلة بوحيرد من القصبة الجزائر العاصمة مقاومة جزائرية من المناضلات التي ساهمنا بشكل مباشر في الثورة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي في أواخر القرن العشرين عندما اندلعت الثورة الجزائرية عام 1954 انضمنت إلى جبهة تحرير الوطني للنضال ضد الاحتلال الفرنسي وانا في العشرين من عمري ثم التحقت بصفوف الفدائيين من داخل المستشفى بدأ الفرنسيون بتعذيبي وتعراضت للصاق الكهربائي لمدة ثلاثة أيام من طرف المستعمر الفرنسي كي اعترف على زملائي لكنني تحملت هذا التعذيب فوايفة انفوي أشهر الشعراء في الوطن العربي كتبوا عني مايقارب سبعين قصيدة منهم نزار القباني وصلاح عبدالصبور وبدر شاكر والسياب والجوهري وأخريين ترجمة نانسي قنقر